السلام عليكم اخوان الاخوات. سنهضروا على واحد الفيلة اللي شدينا الخدمة دي لها. آآ نفطة من صورة في شطرة ثمانية. ومهمة المساحة ديها تقريباً تلتمية مترو. ولكن قبل ما غادي نبدأ نعطي كم الوراق وكيفاش طلعوا يعني الامور دي لها. غادي نوري لكم هانتم اول حاجة ما تنبدأو تنشوفو مع التوبوغراف تيترا سلينة الفيلة. فاشننبغون بدأو البنية تربا اترا سلينة اعتني ذك الرورقة تيترا سلينة الحدود دي ل الفيلة انتم اشتوه البيكيات كاملين مربعة دي ل القناة كاملين دي ل الفيلة. انتم يلاحظتو تقريباً كاملين ثم تيترا سلنا البلاصة اللي غادي نحفر فيها لايكاف. اترا سلينة. وتنزيد واحد الميترو دو باري دوتر كامل تقريبا الى قاع البلاصة اللي غادي تتار ثم تبدأ التراكس تتا ديك التراكس صغيرة كتحفر الجناب دوك تتدور تتمشي تحفر العبار اللي بغينا ثم تتجي ديك التراكس الكبيرة من بعد وتتبدأ تحفر الى كابل ولكن احنا دبا دبا نعود ونرجع لهاد القادية هادي غادي نرجع لطريقة البنية وكل شيء كل شيء بالتفصيل دبا غد نعطيكم هاي الوراق كيفاش حال طلعت قريبا الوراق من بعد ما يعني ستاشرت مع مول الفيلا بطبيعة الحال اه بدون ديك الاسماء بطبيعة فبطبيعة الحال تيبدأ اه الساس دي الفيلا تيبدأ بالمشارع بطبيعة الحال تتشري الساس وهذاك الشيء الساس ما غديش ندخلوه بشحال تشري علاش لان كل واحده بشحال تيشري كلي تيشري عند العمران المباشرة كلي تيشري عند اه شيء شارك اخرى تكون تامع مختلف كلي تيشري مثلا عند اه شيء واحد في تشاري تيكون زايد مثلا لامرج ديال اذاك السيد لعني المشارع انتو اشخلا اذاك انتو اه اه توشترتك فبطبيعة الحال تن بدو تحفيض تحفيض ديال اه الساس اللي كيف قال ليه السيد قال كودي طلع عليه تقريبان بشي ثمانية وثلاثين الف دران عند شيء نوطر لي صاحبو طلع عليه تقريبان بثمانية وثلاثين الف دران تسجيل وتحفيض ديال اه الساس اللي تقريبان فيه تلتمائية متره اه اه بالنسبة للطوبوغراف الطوبوغراف خاص كتحاول تسبقه ول 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 تتخلصوه علاش باش يحدد ليك البلاصة بالطبط باش ما تكونش متهزز متلا تمشي تشري شيء بلاسة اللي ماشي اياه اللي انتها شاري فات عارف بالطبط الساس ديالك وتحددوه لكي ندير مع بانه وفاش تبويت بني يجي يحدد ليك الامور. الطوبوغراف تقريبا مشي الفين بين الفين و الفين و خمسمية درهم. ثم تتبدأ في الامور ديال البلان. اه بالنسبة الامور ديال المهنديس قليل كاسيدي اه كان قليلي شي مهنديس تقريبا 20 الف درهم ولكن ما تفاهم شووية و هذاكش ولا شافوا واحد مهنديس اخر ولا قليح شي 15 الف درهم ولا تفاهموا الى 15 درهم. هي باش دوز له الامور ديال المهنديس ديال اه كيف تنقولو مشيت الحدي المهنديس ديال اسميته ديال البني عاد كي المهنديس الاخر اللي هو المهندس ديال البيطون. المهندس ديال البيطون شاف واحد دار معه الفين درهم. يباش دوز ليه البران ديال الحديد ديال الفيلا. يعني هنا تقريبا كنا 15 في المهندس الاول والفين درهم في المهندس الثاني. الطوبوغراف دوزناه طبيعة الحال وهاد شي الامور طبيعة الحال كتتدفعها عند المهندس ديال الابني. وهو تشد عنده ديك الرخصة البناء. ولكن قبل أن تخلص بعض الأمور التي من ضمنهم الوقاية المدانية. البومبيا على حسب صاحبنا قد تخلص صفيات قريبا 800 درهم. 800 درهم ثم تدز ثانية وثانية الوكرة الحضارية. الوكرة الحضارية تخلص صفيات قريبا ألف وتسعمية وخمسة وعشرين درهم. شي بنسبة للساس ديال 300 متر. وباش كون فاهمين الأمور هذي كاملة خاصة بالحيتيات ديال هاد الساس هذا بالضبط. ثم كينا اه احتلال الملك العمومي اللي خلص فيه تقريبا دوت خيميستر تقريبا شي 1120 درهم لتريميستر. يعني ان كان المسافة وخلص تقريبا 1200 درهم يعني دوت خيميستر 2400 درهم. ثم كينا رخصة البناء رخصة البناء تقريبا شي 8000 درهم. يعني هالشي كله هالشي اللي طلع عليه تقريبا هاد السيدة دي باش طلع عليها الأمور الى هاد لوقيتها دي حتى بيبدأ اللي بني. فهنا تيبا لنا بان الوراق غير الوراق هانتو ماشتوش هال طلع عليها تقريبا تحفيض 38000 درهم الطبوغراف 2500 درهم البلانت المهندية 15000 درهم البلانتية الحديد 2000 درهم وقية المدنيات 800 درهم الوكرة الحضارية 1900 درهم رخصة احتلال الملك العمومي 2400 درهم دوت خيميستر يعني 600 درهم تقريبا هانتو ماذا به هاد شي هي الوراق بطبيعة الحال دخل فيه التحفيض تسجيل وتحفيض. فهنا بقي ما بداش يعني الحفير الحفير ديال الساس طبيعة الحال احنا لي تكلفنا به تقريبا طلع عنا واحد 6000 درهم. 6000 درهم الحفير ديال الساس. بنسبة الحفير ديال الساس اه في تلاتة متر تقريبا في الغرق ولكن دلنا مع باش انه من بعدي هز هادك التراب اللي غادي كونت ماكين وعاد عاو تاني غادي احفر ذك الجنب ديال الساس ديال الحيط لي ميغدو كلوتور. يعني باش نشوفه تقريبا تعرف تعطينا واحد الفكرة على يعني الوراق ديال فيلا بشحال انتم اسبعين الفدرهم فقط باش توقصل البداية البناء يعني من بعض را قدي ندلكم واحد فيديو علاقة عن مراحل ديال البناء تقريبا منين غادي تحفر الساس. اه من غادي يدوز يعني اسميتو الطبلاء ديال الاكاف وثم الاكاف ثم يعني الدالة ديال الاكاف ثم الميغدو كلوتور الباب المسائل الامور. موم غادي نمشو باش نمشو بتقريبا مش حال غادي تطلع تقريبا بالطبط. وهد القضية هذه ما تنديروش الا في حالة ما وافق مول مول المحل بطبيعة الحالة الموافقة مول المحل وما تنعتوش بالطبط المحل فين كين وما تنعتوش بالطبط يعني اسمي على ديال المحل ولا ديال امور هادشي تيكون بطبيعة هاب بالاتفاق ديال مول المحل باش فقط هادشي تنديرو انه من اجل افادة والاستفادة باش الناش تكون عندهم واحدة يعني واحد النظرة على طريقة ديال البني ان الاغلبية ديال الناس يخافوا من البني اللي هادرسي مع البني يقول كلها اخوان شراء واقفة باش ما نتضع شراصي مع الوراق معي ناشي ففعلا فيه الجرا ولكن اراك كين اللي تيلقى الحالة هو ديال الجرا فهالشي لا تاتمشي بشويه عليك ما لك اخوات تكون يزربك بشويه عليك سير تبع السجل الحفاظ وعود تاني تبع البلانت ديال المهنديس وتبع الطوبوغراف وتبع البلانت الحديد وخلص الوقاية المدنية فاش تدوز تاني الامور عود تخلص الوقاية للحضارية عود دوز تاني تصل لرخصات الاحتلال المكتوح وموما خلصها ثم ما خلص الرخصة وهان تناضي ومبعد راها واحد القادية خوراين سيتم اكتلكم هي ديك الرخصة ديال الماء رخصة ديال الماء راكيتا تشد ديك اسميتها الرخصة ديال رخصة البناء مباشرة تتجيب لهم هذيك الرخصة مع اسميت وتدديهم فوتوكوبيتا تدطي لهم لغاية تتجي تتلقى هذيك الرخصة ديال يعني ديال الماء رخصة ديال ادخل الماء تتلقى موجودة تيعطوها لك وهذيك الرخصة هي باش تدخل الماء تتمشي لعندهم الضرطو اللونيب وتتدفعها لهم وتيعطوك الامور ديال كنت تكون الامور ديال كبير خير وعلا خير صافيتا تمنعنا اني نكون يعني اعطيتكم واحد الفكرة مسبقة على بداية بناء فيلا ومبعد ان شاء الله را غادي اني سيرو في الام والخراف بالتدريج بطبيعة الحالة يعني عادي نشوفوا كيفاش وغادي نشوفوا بداية الطريقة ديال البناء واش نغن نديروه كيفاش وكذا كان يبغي هنال حساب الامكانه ديالكل واحد انا كالي تيبغي مثلا شاهده لكاشره لنداخل كان يبغيVia من ديالكاشره من الداخل كان يبغي يدير الكاشره من برى كان لوسيء كيفاش.. كل واحد.. كيفاش يعني اعتن تبعو البرام تتبعو داكشي اللي يبغى ال الكليان على حساب جيبه بطبيعة الحال يلا شكرا وإلى الملتقى إن شاء الله في واحد الفيديو اللي غادي نديلكم على حساب الطبرة أو على حساب الأمر إلى شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته